أهلا يا نجوة صباح النور عليك وتحية خاصة لكل من يتابع في هذا الصباح من صباح البلد العاشرة تماما موعد أولى النشرات أهلا بكم أهلا بكم رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس بتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تمنياتها بأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني في ظل الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ووحدة مصير الشعبي وادي النيل ودعت مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه وأشار مراقبين في وقت سابق إلى ضرورة تقارب مصر مع مكونات الحرية والتغيير والابتعاد عن سياسة الاحتواء حيث اتهمتها جهات عديدة بمولاة طرف وحيد دون المكونات الأخرى رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية لاستكمال المرحلة الانتقالية بما يعزز استقرار جمهورية السودان وازدهارها مؤكدة حرصها على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان فيما توالت ردود الفعل الأممية والدولية والعربية المرحبة بالاتفاق وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء بناء حكومة بقيادة مدنية معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان وثمنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودولت رويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة فيما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار زار وفد لجنة العسكرية العلية المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور معسكر دوماية بولاية جنوب دارفور بمدينة نيالة برأسة الفريق جمع حقار يرافقه اللواء عاطف يوسف والعقيد روكن الدكتور معتز فضل والعقيد أحمد يحيى جدو ووقف الوفد على جهيزية المعسكر لاستيعاب الدفع الثانية من قوة حفظ الأمن بدارفور والتي قوامها 2500 مجند من قوات الحركات الكفاح المسلح وذلك في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والذي يعد من أهم بنود اتفاق سلام جوبا وأصرح الوفد أن المجندين الموجودين الآن هم عبارة عن تكملة للدفعة الأولى من قوة حفظ الأمن التي تخرجت من معسكر جديد السيل بمدينة الفاشر بدأ وزير الطرق والجسور الاتحادي المهندس عبدالله يحيى محمد زيارة الرسمية لتفاقض طريق شريان الشمال وكان في استقباله بمدينة الملتقى ولولاية الشمالية المكلف الأستاذ الباغر أحمد علي وعدد من أعضاء حكومته ولفيف من القيادات وتفقد الوزير الاتحادي والوفد المرافق لهما سير أعمال الصيانة والتأهيل الجارية بطريق شريان الشمال وأكد والي الولاية الشمالية المكلف اهتمام حكومة الولاية وحرصها بالتعاون مع وزارة الطرق والجسور الاتحادية والجهات ذات الصلة على إكمال عمليات الصيانة والتهيل بطرق الولاية القومية خاصة طريق شريان الشمال باعتباره يمثل واحدا من الطرق القومية المهمة لأهل الولاية والسودان من جانبه أكد وزير الطرق والجسور الاتحادي اهتمام وزارته بصيانة وتأهيل الطرق القومية نظرا لأهميتها والدور الكبير الذي تلعبه في دافع عجلة الاقتصاد والتنمية والتطور بهذا الخبر نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام العاشرة من قناة البلد نعود إلى نجوة لتكملت ما تبقى من هذا الصباح إليك نجوة وأهلا بك مرة ثانية اشتركوا في القناة